هل فكرتك هتنور بكرة؟ انت بتعمل بنك افكار دلوقتي مثلا من الشباب؟ بالضبط كده طيب بليد حبك تشرح لبدا؟ والله هو شوف مدينة مطفى دايرة كبيرة والسباب فيها واعد والسباب قوي ولكن دايما يعني هم بيعبروا عن نفسهم انهم مهمشين ومحدش يعني اخد باله منهم دا بسبب طبعا انه بيتخرج من الجامعة والصرف عليه كويس وبعد كده قعد في البيت مش لاقي شغل فانا المسروع بتاعي الاول في يعني البتنامج الانتخابي هو الشباب فتح افاق العمل للشباب ودراسة ايه الادوات يا فنم ان انت تفتح فيها ادوات عمل للشباب بنقولي ساعتي دراسة احتياجات الناس والمجتمع اللي حوالينا لما ندرس الاول احتياجاتهم ايه هم بيفكروا ازاي والمجتمع اللي حوالينا محتاج ايه احنا بنبتدي نفعل الموضوع داوات في فتح افاق العمل والتعمير للشباب انا ضد ان الشباب قولك انا عاوز وظيفة اه يعني يعني مثلا في اي مؤسسة في الدولة دي مش مهمتي انا مهمتي انا مهمتي انا انا مهمتي ان انا يا انت مش هتم دي على طلبات لا خالص الحاجات دي محفوظة تماما يعني ندوت اه دي مشكلة من المشاكل اللي موجودة في مصر بسبب العهد السابق ما يسمى بالنائب الخدمية اه اللي هو بي من خدمات بس هو النائب هو النائب مش خدمة اه هو النائب هو النائب مراكب وبسن القوانين اه في بقى دي دي الحاجتين بتوع الاساسيين هو اصبح خدمة حاليا بحكم احتياج الناس والمجتمع طبا انه هو هيبقى متصل بالدولة مباشرة او هو ما ينوبه تحت البرلمان دايما ساعدتك يكون عندك مشكلة فبتعمل توكيل لي يعني محامي طبا عشان ينوب عنك في المحكم هو نائب بالزبط كده الشعب بيعمله توكيل ينوب عنه تحت في البرلمان بالاتصال منه الى الدولة الخبرة البرلمانية لأستاذ هاني وهل دخل قبل كده ولا لا ولكن خلينا هل حد درست طبيعة الناخبين بتوعك يعني هو دوت من ضمن برنامج الانتخابي تمام دراسة احتياجات الناس والمجتمع لذلك عملنا فكرة فكرتك النهاردة هتنور بكرة جي بناخد منها كل الداتا المغلوبة كلها وانا فجئت بحاجات كتير جدا فجئت اول مطلب في مدينة ناصره كلها بصفة عامة يعني موضوع النظافة موضوع النظافة ده يعني عمل عمل للناس كلها تقول لك انا بنخاف ندل اولادنا بالنهارح تنهيعي وكلاب بتيجي في الشارع بالليل كلاب تضلة على اقوام الزبالة فبتبقى مشكلة جامدة ذائد ان الامراض التدت تنتشر انتشار غير طبيعي وبقوا الناس بيموتوا فجأة في اعمار ضغيرها فكل ده بسبب النظافة كمان ان الدولة بتاكمت فلوس النظافة مرة على الكهرباء ومرة تانية بيدفعوها لجامع القمامة الحقيقي وهو بيجي ياخدها ينزلها تحت يفرزها ياخد ما يحتاج ويسيب الباقي فبقى بتبقى محتاجة جامعة قمامة اه فدي طبعا مشكلة عودة حل وما فيش حاجة اسمها تجمع يعني ياخد فلوس القمامة وما فيش ما فيش سيستم لها يعني يعني هو هي في حاجات كتير جدا اذا كنت انا هسيب العمل الخاص بتاعي وهسيب اه مجموعة الشركات وهي حقص البرلمان ده الخطوة الاولى في 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 طريق طويل اه في طريق طويل ان شاء الله ربنا يقدر وان احنا هنعملها زي ما بيقولوا كده من الدوائر الرايئة للمرشحين وان اللي ناجح في نادي هليوبرس ضامن كرسي مجلس الشعب ناجح في نادي هليوبرس يعني شعبيته كويسة في نادي هليوبرس فقط ضامن كرسي مجلس الشعب ده انتباع عن دائرة مصر الجديدة لا اقول لحزيزك حاجة هي دائرة مصر الجديدة لو بصينا عليها ونوعية الناخب الموجود فيها هذا الناخب خليني برضو نبقى صرحة مع نفسنا هو الاعلى حظا في السقافة والتعليم على مستوى الجمهورية والاكسر حظا فيه الخدمات رغم ان فيه خدمات كتير نقصة هو لكن الاكسر حظا بيدي له رفاهية شوية ان هو يقعد يفرز المرشح اللي عنده شكله ايه بيعمل ايه الخلفية بتاعته كانت ايه يقدر يخش على الانترنت ويتحرك معاه عندك في مصر دياق كمان فيه المجتمع فاعل وظهر المجتمع بتاع اهلي مصر الجديدة في 3 اربع عضايا في السنة الماضية قضية الحفاظ على التلاث تجمع الواحد والتحرك ايه ميرلان بالتحرك برضو الجراج تجمع الواحد والتحرك فانت بصدق دايرة زي ما بتقول التطور الاجتماعي السياسي فيها اقصى في جمهورية مصر العربية والسياسي والاجتماعي والاتصادي والاقناعي فيها بالظبط بالزبط. فانت بتبدأ تتحرك معهم بادوات الاقناع المناسبة لهذه المجموعات. فعودة للاندية في مصر الجديدة. خليني برضو اقول لحضرتك بوضوح. احنا عندنا في مصر الجديدة في عائلات كبرى زي اي السعيد مسلا انا بسمهم عائلات. في عائلة النادي اليوبلس. دي عائلة كبيرة. في عائلة المسيحيين عائلة كبيرة. عائلة نادي الشمس عائلة كبيرة. عائلة مسلا المناطق اللي خلينا فيها بعض المناطق الشعبية عندنا او زي رايكست بمسلا دول عائلة كبيرة متكونة مسلا من جزء اه سيناوي وجزء اه صعيدة زي بن سمير. عزبة المسلمين مش في الدائرة. عزبة المسلمين عائلة كبيرة. ولكن هم من الشباب معظمهم دلوقتي اللي هو المكافح اللي ابتدى ينجح في حياته وابتدى يحوز بقى اجيال التانية على مستوى تعليمي كبير. فخلاص دخل الدماجة بقى في المجموعة اللي بنوصفها في الاول اللي هي المجموعة الفكرة العالي والكلام زي. المهم اه ان نوصل ايه اللي احنا جبنا او اللي حدولنا الفلوس تيجي ازاي تاني حاجة المراقبة الجيدة ان انا وعدت كل من قابلني او سواء على الانترنت او سواء في التصريحات او البيانات ان هكون مدير الحملة لعدد من الشباب والقيادات مختلف في الاعمار لدخول المجلس الشعبي المحلي القادم عشان نجيب وجوه جديدة ومحترمة هو محترفة تبقى لقد المرحلة. جزء التالت بقى هتقول لي مين اللي حيدير الكلام ده. احنا لو جبنا ميزانية جيدة وجبنا مجلس شعبي محلي كويس اللي حيدير مش هيقدر يطلع بره بره الخط. لانه لو طلع بره الخط حيلاقي 18 واحد بيرقبوه ال24 في المجلس المحلي الشعبي بحيلاقي بعد كده حاجة انا وعدت بيها الدائرة برضو اعمل تنزيحة اسمها التنظيم الاجتماعي للدائرة. التنظيم السياسي بتاعك خلف ايه بتاعتو ايه. التنظيم السياسي بتاعي انا متشارك. طيب يعني انت يعني مركب جدا. اه لا هي الترتيبة دي اقول لحديدتك حاجة ايه. اشتغلت احزاب ابي اه طب اشتغلت احزاب كتير وكنت اه. بس هو بتستقرش في احزاب كتير. احنا دماغ معينة ما بيتلاقهاش. اقول لحديدتك حاجة يوما ما بيزبوس اللي بيفرق واحد عن واحد ايه مما الخبرة حاجة اسمها خبرة. الخبرة يما بتلاقي ان حاجة مش ماشية في الطريق الصح بتقدر تستشعرها قبل الاخرين بشوية. امم. فبتبدأ توجه يا جماعة الكلام ده هتروح المركب تغرأ. في الناس بعض الناس يقول لك لأ المركب كده هتبقى زي الفل وكله تمام. انت مش عارف حاجة. نفرض. الخبرة دي بيتخريك بعض الاحيانة ان انت بتدي نصيحة وعارف ان الحاجة دي مش هتوصل لنتيجة فبتروح لمكان اخر شايف ان الفرص فيه احسن. الانتقالات دي برضو انا عاوز اوضح لحداتك حاجة عارف لو واحد اشتراكي مسلا شيوعي راح حزب لبرالي. اه. انا شوك في قناعاته. انما انت رايح في نفس المجموعة. نفس المجال لبرالي. انا اللي راجل لبرالي اجتماعي. نفس بنصب. ايه بالزبط كده. امم. ونفس القناعات مستمرة ولو لقيتها خارج حزب ما اقدرش اتعمل معي. فالحمد الله ويمكن انت خلدي كتير في حاجة لان كثير من الحزاب اصدقاء. يعني انا عملت تدريبات للشباب بتير في الحزاب السياسي. امم. بتاع خمس ستة احزاب في يعني. كنت هتعمل حزب كمان اعطا. انا كنت في وقت ملوقات كنت هتعمل حزب حقيقي. بس لقيت ان بص اي عمل سياسي في العالم ليه تلت اضلاع وبقولها في كل حتة المال والتنظيم والرسالة. لو وجد تلاتة بنسبة خمسين في المية صح هتعمل عمل سليم. امم. لو حاجة منهم وقعد تأكد ان انت مش هتصل بالحاجة لشيء. المهم منرجع للتنظيم المجتمعي ايه. انا انا من ابناء مصر جيفة شفت موضوع اللي كلمة اميرلاند ومش عارف ايه الحاجات دي. المجتمع قدر ينظم نفسه في نو تايم. وعمل تنظيم ضاغط على اجهزة الدولة بكافة المستويات وضغط على الاعلام وضغط في كل حتة. طب ليه منعملش زي برا نعمل واحدة اللي هي اه بتبقى حاجة زي جمعية او منبع للافكار اللي هي. ايه هتعمل ميديا خاصة بمصر الجديدة. ميديا? ناقص الميديا. انا هقولك عايزة طريقة مش هطول يعني. اه. هو بس انت بتنظم مع بعض القانونيين مع بعض كزا مع بعض. او بتعلم الليجان دي. اه. بتبدأ ترائب تاني مراقبة درجة تالتة بعد المحليات بتطلع افكار بتضغط على اجهزة الدولة كمان زي النماذج اللي احنا شفناه.